انت منك زلمة وانت منك مره اذا ما بتهتموا بصحتكم كيف انا قررت على هيدا شي هو من بعد جواب عطاني ايه حدم المنبس طبعي لغيرلي تفكيري كله تجاه التغذية من كم يوم بيحكيني شخص من عمان عمره خمسين سنة من بعد ما اكتشف انه مخزوني السكر عنده صرعالي وانا بتوقع جواب انه بدي اهتم بصحتي بدي يضعف بدي سعب تيابي صيفية شو ما كان بس جوابه كان غير وجوابه كان صراحة كتير قوي جوابه كان انا عندي عيال برقبت لازم اهتم فيها فلازم اهتم بصحتك بقعد بتطلع انه هيدا الزلمة صحته بخطر وقبل ما فكر بحاله عشوائي فكر بعيلته انه هو هو الشخص اللي بده يهتم فيهن ومن ويش بو يهتم فيهن ولا يهتم فيهن صحته بده تكون منيها فبقعده بفكر انه ازا هيدا المعيار اللي نحنا لازم ناخده انا برأيه انت اللي بتروح عشغلك وبتقعد بالبات بالليل عالارجيلي عم بتلقمش مع مرتك ومع ولادك وما بتتحرك كمير ما قاله خلق لا سمح الله ازا خسرت صحتك من ورق اهمالك لنفسك ولصحتك ولادك مين بيهتم فيهن جده خياك مين انت من واجبك كالزرم البات كالبيك كالهوزبند كده بروفايدور اف دا هاوس علق اليه بتهتم بحالك ازا مش كيرميل حالك كمير جبت هول الناس على الحياة لازم تهتم فيهن لازم تكون موجود بحياته بالنهية في قدر ما حدا بيعرف عين انت بيروح بس انه ازا الخيار بيدك وانت عندك القضة تهتم بحالك لش لا فبقعدوا بفكر انه كيف انت انسان نعطاك الخيار تحسن بصحتك وتضلك نشيط وصحة لتعيش لوقت طويل تشوفوا ليدك تربيهم تكون المسلة الاعلى تبعهم لانهار ان شاء الله بس يقدر ياخدوا طريقهم يكونوا تربوا بطريقة كاملة من البي ومن الام بس انت وانت قررتوا انه ما لي خلق وهيدا شي طبيعة بيصير كتير وقت الواحد يخسر تبعه او ما يكون عنده او سبب لي عيش بيهموا الحال وبيروح على الشغل وبيعمل اشي هيك بيجيب مصاري على البات او هيدا هي وهيدا شي كتير غلط لازم يكون انكم تعيشوا معه ليدكم اذا ما كان عندكم فمن بعد هيدا جواب لي اعطاني ايه الزلمة عادة فكر انه كيف انا بعد احترم زلمة عنده عائلة لازم يهتم فيهن عام بيال لي انا ما اللي خلق اتحرك صراحة ما عندي احترام لهيدا الشخص كاملة سمح الله ازا تركوا لهولي ولاد حيتعذبوا بحياتهم وكان الحل بكل بساطة بايدوا لهيدا الزلمة يهتم بحاله اول مرة لما اتضلكم تقولوا زلمة زلمة خلينا نحكي عن النساء كمان فبتمنى تاخدوا هيدا الفيديو كرسالة انكم تهتموا بحالكم وازا مش كرميركم كاملة بتحبوهم وازا كنتوا بعضكم عم تحضروا وما تنسوا تحطوا لايك على هيدا الفيديو تعطوني الفيدباك تابعكم بالتعليقات لكون عم حسن المحتوى على اليوتيوب كما صراحة بعني ما كتير بعرف كيف بدي يصور وكيف بدي يحكي وكيف لازم يكون الموضوع وهيدي كانت حلقتنا لليوم تبقوا حالكم وكان معكم محمد